السباح الخير عليكم مرحبا بكم معي مجددا إن شاء الله تكونوا كامل بخير نقول للتلاميذ اللي يشتركوا معي وقولكم مرحبا بكم اللي ماذا ما اشتركوش نطلب منكم الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش تشجروني وتدعموني أني نواصل معاكم نكملوا في سلسلة تمارين تعال النشر والتحليل واختراح المعادلة اختراح المتراجحة وبإني الله نكملوا كامل التمارين المتعلقة بالربعة متوسط عندنا التمارين الثاني لتكون العبارة ا حيث ا هاي واش تساوي سؤال اول انشر ثم بسط العبارة ا حلل العبارة ا إلى جداء عاملين من الدرجة الاولى وعندنا حل المعادلة نبدأ على بركة الله نبدأ في حل التمارين لعناش النشر وتبسيط العبارة ا نشوف اسكوا عندنا متطابقة شهيرة ولا ما عندناش لما كاش نبدأ من النشر مباشرة يعني نضرب هذا في هذا ونضرب هذا في هذا إلى آخره نبدأ وتمعوا معها نبدأ واحد في ثلاثة اكس يعني نبدأ وهذا واحد في ثلاثة اكس وم بعد واحد في زائد ثلاثة اكس وم بعد هذي نضربها في هذي ومن بعد هذي في هذي بانسوق ما ننساوش الإشارة تساوي ثلاثة اكس واحد في ثلاثة اكس تساوي ثلاثة اكس وم بعد واحد في ثلاثة هتساوي لي ثلاثة نروح ناقص ثلاثة اكس في ثلاثة اكس ناقص في الزائد حي من لي ناقص ثلاثة في ثلاثة تسعة اكس في اكس هو اكس مربع ناقص ثلاثة في زائد ثلاثة ناقص نروح لنا ثلاثة اكس من بعد ثلاثة ناقص ثلاثة اكس ناقص في الزائد ناقص ثلاثة في ثلاثة تساوي ستة سهلة مهلة هذي كي تكتبوها عليها سفر خمسة نحسبو عندي اكس مربع حتقعد وحدها يعني ما كاش معامل نحسبها نشطبها لده خفيف مش نقدر نحسب عندي ناقص تسعة اكس ناقص ستة اكس وعندي ثلاثة اكس ناقص تسعة ناقص ستة هي ناقص خمسة اكس نزيد لها ثلاثة نحكتبها لكم مش ما تغلطوش ناقص تسعة ناقص ستة هي ناقص خمسة اكس يعني جمعتهم بينسروا ناخد اشارة السالبة ونزيدوا ثلاثة اكس قدامهم ناقص ستة زائد ثلاثة ناقص ستة زائد ثلاثة حتمدلي ناقص ثلاثة يعني ستة ناقص ثلاثة هنا عندي اشارتين مختلفتين هنا ناقص وهنا الزائد حننقص وناخده اشارة اكبر عدد ناقص تسعة اكس مربع ناقص خمسةاش زائد ثلاثة يعني خمسةاش حننقص لها ثلاثة اشارتين مختلفتين وناخده اشارة اكبر عدد ناقص طناش اكس ناقص ثلاثة وهذه هي النتيجة والتي تكون لها صفر خمسة نروح بالتحليل العبارة ا يعني الى جده عاملين من الدرجة الاولى اول حاجة نشوفوها نشوفو اسكت يعني كين عوامل متشابهة يعني اسكتين عبارات لي ما يفهمش معدها كام عامل يعني عبارات متشابهة شوفو عندي واحد ناقص ثلاثة اكس في هاد الجهة وعندي ثلاثة اكس زائد ثلاثة وهناي عندي ثلاثة اكس زائد ثلاثة يعني في هاد الجهة كين حاجة رح يتشبهها للاخرى هاد بنفسها هاد معندها نقدر نجبت عامل مشترك نبدأ حانا جبت هاد هو العامل المشترك ديالي نكتب ثلاثة اكس زائد ثلاثة نفتح حاضينة كي جبتت عنا من هاد الجهة هنا عندنا رح في الطرحة هو سالب جبت من هاد الجهة جبت هاد واش قعد لي قعد لي هدايا وهنا جبت هاد واش قعد لي قعد لي ثلاثة يعني حاجة سهلة مهلة نغم المنشر والتبسيط وحل المتراجحة وحل المعادلة تاخدو العلامة الكاملة هاي ليك ثلاثة اكس زائد ثلاثة هنا نحسب عاديا نحن نحي القوس هنا نخدم معكم ببساطة ثلاثة اكس ناقص ثلاثة اكس ما عنديش معا من جمحها واحد او ناقص ثنين وش هتمدلي يعني ثنين ناقص لها واحد وناخدو اشارة اكبر عدد اللي هي واحد وهنا نكون حلت او حللت العبارة ا الى جداء اميلي من الدرجة الاولى نروحوا لحل المعادلة باك يعني لا يعني باش تشوفوا المعادلة اللي حنحلوها اللي مدنا نحلوها سبيع النتيجة اللي درني القناعة فتح لي للعبارة هنا تعرفوا باللي يعني الحل دي هلكم راهوا صحيح هادي حنحلوها حل المعادلة عن هذه المعادلة الصفرية حيكون لحلوها هذا يساوي الصفر او هذا يساوي الى الصفر نكتبوه اما نقدروا نديروها هكذا ثلاثة ايكس زائد ثلاثة تساوي الصفر ونبدأ بنحلوه ونقدروا نكتبوه هكذا او ناقص واحد ناقص ثلاثة ايكس يساوي الصفر نبدأ بنحلوه بالوحدة عندي ثلاثة ايكس زائد ثلاثة تساوي الصفر قلنا المجهي نخلوهم من هاد الجهة او المعاني نبدوهم من الجهة الاخرى ثلاثة ايكس ثلاثة حنخرجها بيانسور هنا عندي زائد حتولي لي ناقص هنا عندي ضرب كيفا حنجبد المجهول هذا قسمه هذا ويمدلي ناقص ثلاثة على ثلاثة ويكس يساوي ناقص واحد ثلاثة على ثلاثة تساوي واحد نروح للجهة الثانية قلنا المجهيل منه ثلاثة ايكس وندير هذا حنخرجه هنا رح سالب حيولي موجب ايكس ماذا يساوي هنا كاين ضرب ما بينتهم هو واحد على ثلاثة واحد على ناقص ثلاثة ايكس هذا هو نقوله حلول المعادلة هي ناقص واحد و واحد على ناقص ثلاثة وبعدها نكمل التمرين تعامل اليوم ان شاء الله يكون ساهل اشتركوا في القناة